اشتركوا في القناة اخرهم رئيس مركز الشرطة الحرة في مدينة الدانة الرائد احمد الجرو اثر انفجار عبوة لاصقة في سيارته بالاضافة الى مقتل القيادي في الجيش الحر خالد مع الراتي وعنصرين من جيش العزة جراء اطلاق النار عليهم من قبل مجهولين في خان شيخون في حين اثرت مخاوف من انتقالها الى شمال حلب مع اغتيال عنصر للحر في مدينة عزاز تزايد حالات الاغتيال دعا ما تسمى بحكومة الانقاذ العاملة في ادلب لاعلان حالة الطوارئ ورفع حالة التأهب في المنطقة معلنة بدأ تسيير دوريات شرطة بالتعاون مع لجان الاحياء فيما صرح الجهاز الامني في هيئة تحرير الشام بالقاء القبض على خلية مسؤولة عن الاغتيالات بالتزامن مع اعلان غرفة عمليات ادلب الخير حذر التجول من الحادية عشر ليلا حتى الرابع فجرا في حين علقت جامعة ادلب الدوام يومي السبت والأحد حفاظا على سلامة الكادر التعليمي والطلاب تناغما مع الاستنفار الامني وترد الاوضاع في المنطقة اصدرت مجالس وفعاليات مدنية وعسكرية في ريف ادلب بيانات تقضي بمنع اللثام واكد مجلس شورى خان شيخون ومجلس كفرومة على اعتبار اي ملثم هدفا مشروعا فيما هدد المجلس العسكري لجرجناز بالتعامل مع الملثمين دون الحاجة للتأكد من هويتهم وسط تزايد دعوات الاهالي لانهاء ظاهرة اللثام واتخاذ موقف حاسم انتجاهها على هذه التحركات توصل الاهالي الى تطلعاتهم في الامن والامان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة